لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد المعلومات التي توفرت لدينا أنه لما الرئيس تعافى وكان بإمكانه يتكلم ورجعت له الملامح انتاعه لأنه كما قلت لكم اقبل الجلد على الله عظمه وصل الوضع ما يمكن تصوره لما رجعت له هكذا بدأ حب يظهر هناك معلومات تقول بأنهم قاموا بتسجيل فيديو وهذا الفيديو ما نقلوله فرقة تلفزيونية كلام فارغ الذين سجلوا هذا الفيديو سجلت السفارة الجزائرية في ألمانيا سجلوله خطاب وهذا الخطاب أرسلوه إلى الجزائر طبعا أرسلوه إلى قيادة الأركان ما أرسلوه إلى الرئاسة أرسلوه إلى وزارة الدفاع وهذا الخطاب رفضته وزارة الدفاع لم تمرره هذه الرواية الموجودة رفضته وبعدين قالوا له لا ليس خليك متعافي نزيد ونعمل شوي بيانات مرة ولا اثنين قراري جهة معتصلة تصريحات إلى جهات إعلامية حتى تتعافى نهائيا لأن المشكلة أنه معجبهمش محتوى الخطاب معجبهمش محتوى الخطاب الخطاب قال فيه بأنه سيذهب إلى انتخابات تشريعية وأنه سيستدعي الهيئة الناخبة قبل نهاية السنة وما إلى ذلك من هذه الأمور وهم لا يريدون الذهاب بعيدا أبعد مما وصلوا إليهم يريدون مسار آخر أنا لا أقول كل النظام حتى تكونوا تفهموني جيد هناك لوب قوي لوب قوي في السلطة يتجه نحو هذا الاتجاه ومدفوع من دوائر فرنسية هذه هي الحقيقة اللي يجب تفهمها المهم عندما رفضوا له الرئيس غضب بعد ذلك تقول المعلومات أنه هناك جهة أنه يوم 13 يوم 13-12-2020 تم اجتماع جديد لما وصلهم ذلك الخطاب شافوه استعجلوا بعدة لقاءات مستعجلة واجتماعات لاتخاذ قرار مناسب في ذلك اليوم تم اجتماع هناك من اتصل ياب الرئيس تابوني يا ابنه اتصل بيه قال له ضروري هو وش حدث هو وش حدث ضروري يظهر الرئيس هناك طبخة راهي في مراحلها النهائية ربما غدوة ولا بعد غدوة يجتمع المجلس الدستوري اذا لم يظهر الرئيس فهنا قام ولدو اهضر مع الرئيس لا ادري ما دار ما كنتش معاهم فتم الاتفاق مباشرة بتصوير فيديو فصوروا فيديو بتلك الطريقة بالموبايل ولدو اللي صوره مباشرة نشره في تويتر لم يرجع اليهم ما شاهدوه هي من المفروض انه رئيس دولة راه موجود في المستشفى راه هناك طاقم موجود معاه هناك اشخاص موجودين معاه بشكل همزة وصل ما بين الرئاسة والرئيس ايس لانه ماش دائما يقدر يتواصل معاهم وكذا 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 لما تعاف الرئيس وصار في فندق كما شفته صوره وهو في فندق لما تعاف الرئيس من المفروض انه الرئيس لما تعاف وخلاص ولا يقدر يحكم المفروض يروح لرئيس الوزراء بعض الوزراء يروح لرئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الاهميل العامل ووزارة الدفاع هذا رأي وزير الدفاع قائد اعلى القوات المسلحة وهذا هو اللي معايير رئيس الحكومة والحكومة رأي يتطبق في برنامجه هكذا يقولوا من المفروض يصوروه ومن المفروض يلتقي معاهم ويجلس معاهم ويصورهم التلفزيون ما راح له حتى حد ما راح لهش اصلا لذلك الرئيس من المفروض انه كما قلت يلتقي معاه وانه بش يظهر بعد هذه المدة ما يقارب شهرين هو مريض من المفروض لا يمكن ان يظهر الا باستشارة واجتماع اعوا يحكوا فيها المستشارين ويتطفقوا على صورة معينة للخروج لو اجتمعوا مستحيل تكون هذه الطريقة الظهور على تويتر مستحيل كانت صفحة رئاسة الجمهورية كان الادمن انتاعها عبداللطيف بالقايم وبعدين نحوها لهم صار عند مكتب شنقريح نحوها لهم في فطرة معينة وشفتوا كيف اشتوقفت منشرة اشياء قليلة جدا وبطريقة مدروسة عكس ما كانت عليه من قبل اوكي بقي تويتر والفيسبوك بتاع الرئيس هذا كان يدير فيهم ابنه الرئيس بنفسه سئل في حوار مع التلفزيون الجزائري فماذا كانت اجابته السوشيال ميديا نرى تدوينات على الفيسبوك تغريدات على تويتر هل تشرف عليها شخصيا ام ان لديك فريق عمل يقوم بذلك لا تبعش بالنسبة لفيسبوك وتويتر لديك تغريدات لديك تدوينات هل تشرف عليها شخصيا ام لديك فريق لا فيه فريق فانا في الميدان وانا دخل طيب واضح ان الرئيس قال بانه هذه الامر ما يعرفهاش طبيعي ان الناس الكبار هذه ربما نوع من الترفع قد يكون صادق انه ما يعرفهاش وما يتابعهاش وما عندهش علاقة بيها او انه فقد ترفع على شبكات تواصل اجتماعي يقول عندي طاقم حتى يبرز نفسه انه لا يمكن ابدا في نظر الناس انه اللي غرد على تويتر واللي يكتب في الفيسبوك غير الانسان عادي في نظر في المخيال الكثير من الجزائريين نوع من تقليل الشأن فلذلك قال هذا الكلام ولكن المعلوم عندنا انه حسابه على تويتر والفيسبوك ولده هو اللي يدير فيه هو اللي يدير فيه هو اللي يكتب له يرجع له حقيقة يقوله هاوش نقوله كذا يكتب له رؤوس قرام وينظمها وينشرها هذه الحقيقة اذا الفيسبوك وتويتر عنده في المانيا في التليفونات اللي موجودة معه في المانيا فاتخذ القرار بظهور رئيس لذلك الخطاب مرجع لهمش نهائيا هذا بعدم رجوع اليوم زادهم غضب الآن هناك غضب من دوائر في السلطة على الرئيس تنبول لذلك بعد 13 واليوم 17 في الشهر يعني 13 14 15 16 17 5 ايام وقابلها اكيد يومين ولا 3 ايام على الاقل رهوا في وضع صحي معناها اكثر من اسبوع هو الرئيس بخير لم نلاحظ زيارة اي مسؤولة ما ظهروه يعقد حتى اجتماع سيدي عبر عبر الوسائط عبر الوسائط هذه التقنيات هذه المتوفرة على الاقل يعقد اجتماعا مع الوزراء انتاعوا كذا كذا ما كان والوه معدى ذلك الخطاب الذي اظهر فيه الذي اظهر فيه وبذلك يكون افسد طبخة عزل الرئيس بسبب مرضه هل ستتوقف هذه الطبخة طبعا لا الان ستتنبح طبخة اخرى الان الرئيس لم يتعافى تماما وضع الصحي ما زال وان يتعافى ويعود الى قواه الاولى راهي مستبعدا هذا ليس كلامي كلام اطباء تواصلنا معاهم وتحدثونا وفيهم حتى اطباء نفسانيين تكلمنا معاهم حللوا لنا صورة الرئيس من الناحية النفسية انه قلق انه كأنه يستعجل شيء ما انه مريض انه حتى الحركة انتاعه راهو ما يقدرش يتحرك ماش معناها انه لا يمكن ان يوقف غدا قد غدا يظهروه قف طبيعي لانه ولكن في ذلك اليوم كان انه هناك صعوبة على الاقل في ابسط الاحوال انه صعوبة في الوقوف ولا نستطيع ان اجزم بانه مثلا عاجز تماما لا انه هناك صعوبة في الوقوف ربما عمرو الايام يعيسير عادي وانا نعرف شخص جاري اصيب بكوفيد ولا ما قادش يقدر القد في الفراش وبعد ذلك ولا يمشي بصعوبة جدا الان راه يمشي بعد مرور اكثر شهر تقريبا شهر قعد في وضع ما يقدرش يمشي يمشي على عكاس وبعد صار يمشي عادي الاشكالية هذه الله اعلم الان هم هذا المخطط اجهض الى حد كبير افسد عليهم الطبخة الان لازم لهم يظهروا انهم اما يحاولوا يهدء اللعب مع الرئيس ويهدء اللعب مع جهات خارجية الرئيس بظهور هذا بمراسلته الى تغريدته على تويتر اللي هنأ فيها بايدن وكان من المفروض انه دولة جزائرية اولا ترسل برقية رسمية ولكن الرئيس استعجل وكتب وكتب له حظ موفق لغة ليست لغة دبلوماسية الى حد كبير هي لغة تويتر ولكن فعلى ذلك احرجهم وضطرهم انهم سارعوا بارسال برقية رسمية باسم الدولة الجزائرية ارسلت بعد تغريدة الرئيس لان الرئيس هذه الفطرة الرئاسة صارت مجمدة وقلت هالك مقبل رأيت حولت الكوري ما فيها وين غايبة نهائيا امور طبخة طبخة الدولة تسير في اماكن اخرى تسير في قيادة الاركان ووزارة الدفاع وشوية نشاطات تعطى الى الحكومة وإلى عبد العز جراد هذه هذه الحقيق لذلك انه الامور هدأت لن اكتبخة لتطبخ فيها لوبي ولا اقول السلطة كلها هناك لوبي نافذ ولديه تأثيرات ولديه قوت لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله